باتشحه طول الأمطار والثلوج ينذر بمزيد من الكوالث زراعيا وسياحيا وبيئيا ويهدد قطاع بكملها في عكار ينبيع تجف وأخرى يهبط منسوبها ومواطنون يأنون من ارتفاع سهر صهريج المياه انتأمنت فضلا عن تهديد جدية طال معظم الأشجار المثمرة لا سيما منها الحمضيات واللوزيات والتفاح والخضروات على أنواعها المياه الجوفية تأثرت عنها بشكل عام بس الدولة اجت فتحت الإبار الارتوازية عنها نحن بلغت وصلت للأنهار اللي موجودة تحت الأرض ونزلت للـ 194 متر يعني الأنهار اللي موجودة تحت الأرض اللي كانت تسبب انفجار الينابيع الجوفية أو الينابيع السطحية جفت شح الأمطار السنية كان كتير قليل المطر ما فيه يعني ما شتت الدنيا إسا عنا مرتين تلج عجبال ما فيه لأما خزين للأرض وعننا مشكلة نحن بالمنطقة هو مشروع نبع مي العيون أغلبية كرة عكار يعني بيصل العبدي بابنين من هون هذا عم ياخد بصورة يومية بحدود الأربعين إنش مي العلم مش تكرار فيها عم تدفع صوتها وتدفع مصورة حق الميت هذا وتحزر الفعاليات من عجز مائي نسبي مع حلول 2015 وتدعو المعنيين من مسؤولين ومواطنين إلى حسن إدارة هذه الثروة وعدم تبديدها هذا كان يسمى نبعا هذا العام ولا قطرة ماء في هذا النبع الأهالي في منطقة الجومي يطالبون بإجراءات رادعة للتقشف المائي قبل حلول الأزمة الكبرى وبلوغ الخط الأحمر زياد منصور تليفزيون المستقبل ترجمة نانسي قنقر